السلام عليكم نواصل الحديث عن عمليات التجفيف نتكلم الآن عن أهمية عملية التجفيف الفائدة الأولى من عملية التجفيف تُرِدُّيُّوزِ دَكُوستُ أوف ترانسبورتنشن ودي مسألة غاية في الأهمية بالنسبة لنا كمهندسين كيميائيين دائماً دائماً تعنينا التكلفة الكلية للمنتج اللي نعمل على التصنيع تقليل هذه الكلفة قد يكون بفضل عملية التجفيف إذ أنها تساعد في تقليل عملية الترانسبورتنشن كيف يحدث هذا؟ إذا كان لدي مادة تحتوي على 50% من وزنها مويسشار كونتنت إذا حبي أنقلها من النقطة A إلى النقطة B أنا دلوقتي أنقل المادة اللي هي 50% ولدي 50% رطوبة مصاحبة لهذه العملية فبالتالي عند عملية التجفيف بالتبخير على سبيل المثال أنا فعلياً أنقل 100% من المادة بالتخلص من الرطوبة فالتجفيف يساعد على قلة التكاليف وبالتالي يحسن من جودة المنتج ويقلل من التكلفة الإجمالية للتصنيع أيضاً من فوائد عمليات التجفيف على سبيل المثال في حالة كيف ذلك؟ إذا أخذنا الفيرتلايزر مثلاً الفيرتلايزر متى ما وجدت الرطوبة تبدأ في تفاعل كيميائي وتبدأ بي فمثلاً اليوريا تتفاعل مع الرطوبة وينتج لدينا الـ NH3 كغاز هذا الغاز هو ما نبحث عنه وهو ما يفيد النبات والتربة إذا فقدناه قبل إضافة السماد في التربة بذلك نكون فقدنا المادة الأساسية التي نبحث عنها فلذلك عملية التجفيف تسهل الحفاظ على المنتج الذي نبحث عنه وجود الرطوبة في بعض الأحيان يؤدي إلى تكتل المواد الصلبة والتصاقها مع بعضها البعض على هيئة مجموعة من مثلاً السكر متى ما وجد الرطوبة تجمع على هيئة كتل فبالتالي نحن بذلك بنصعب عملية التداول والتعامل مع هذه المادة الصلبة فلذلك التجفيف بيحسن من قدرة هذه المواد على إنها تتناول ما بين منطقة وأخرى التجفيف يحسن من بعض الخصائص مثلاً فزي ما ذكرنا في النقطة السابقة في حالة وجود الرطوبة وكان لدينا عملية انسياب لمواد صلبة مثلاً زرات الدقيق متى ما وجدت الرطوبة تكتلت وشكلت فوجود الرطوبة هنا حيؤدي إلى تشكيل الشكل اللي أمام الطلاب واللي بالتأكيد سيمنع عملية سريان المادة الصلبة من الأسفل فالتجفيف حيساهم على السريان بسلاسة من هذه الوحدات المختلفة أيضاً عزالة الرطوبة هام جداً لأن وجودها قد يؤدي إلى كوروجين وأشهر أنواع الكوروجين المعروفة لدى الطلاب الصدى أكاسيد الحديد المختلفة تؤدي إلى تدهور هذا المعدن وبالتالي كل ذلك بسبب وجود الرطوبة فتتفاعل مع الحديد في وجود الأكسجين وتؤدي إلى تآكل هذه المركبات ومن ثم ضرر للأجهزة مما يضر بعملية الإنتاج بصورة كبيرة هذه النقاط تثبت وتدل على أهمية عملية التجفيف صمعاً ترجمة نانسي قنقر